كل شيء في كييف اليوم يعمل من أجل الحرب حتى وسائل الإعلان في الشوارع تدعو السكان للانضمام إلى الجيش الأوكراني فيما أعلنت القوات الأوكرانية اليوم تراجعها في ماريوبل وربما عدم قدرتها إلى الوصول إلى بحر أزوف جنوبية البلاد فإن العاصمة كييف تتأهب اليوم إلى سيناريوهات سيئة خصوصا مع احتدام المعارك الشمالية المدينة وفي ضواحيها من الغرب ومن الشرق تتأهب المدينة والقوات الحامية لها لاختراقات الروسية عبر تكثيف التواجد العسكري والأمني والمزيد المزيد من المتاريس حركة بسيطة للمركبات ولأبناء المدينة جميع المؤسسات الخاصة والحكومية مغلقة فيما يستعد بعض السكان لحرب الشوارع في كييف غادرت أسرتي أنا سأبقى هنا في منطقة حي النصر حيث معظم الوزارات السيادية سأقاتل مع الجيش إذا دخلت القوات الروسية العاصمة كما تشاهدون هذا هو مدخل محطة متر الأنفاق بالقرب من المنطقة الرئاسية في كييف هذا هو الحال في مدينة كييف بشكل عام محطة متر الأنفاق تتحول إلى خنادق وبجانبها وحدات عسكرية أوكرانية يبدو أن المدينة تتأهب إلى حرب شوارع في حال دخلت القوات الروسية عبر أي محور من محاور القتال إلى وسط العاصمة كييف كييف أعود في أدنبسي كييف محطة متر الأنفاق